في المباراتين التانية والتالتة هو النجم محمود حسن تريزيجي تريزيجي واحد من أفضل وأرجل وأهم اللاعبين اللي موجودين في منتخب مصر خلال الفترة الأخيرة يمكن هو طلع قبل المنتخب أو قبل سفر المنتخب إلى سحل العاج وقال أنه من اللاعب اللي ما بتاخدش حقها لا تريزيجي انت في قلوب كل المصريين وكل المصريين بيحبوك وكل المصريين بيدوك حقك وزيادة لأنك دائما ما تستحق ودائما ما تكون عند حسن الظن تريزيجي هو الأفضل في هذه الفترة تريزيجي هو نجم منتخبنا الوطني زي زباقية اللاعبين ولكن اللي بيعمله تريزيجي الحقيقة كلام مهم جدا جدا أيضا قال تريزيجي في تصريحاته النهاردة الحمد لله سعيد جدا بالتأهل إلى الدور القادم قبل قدومنا إلى هنا وعدت عائلتي بأننا سنعود بلقب أمم إفريقيا إلى مصر وسنفعل ذلك إن شاء الله أنا أثق في كلمة تريزيجي ومتأكد تماما أن هذا الرجل عندما يوعد لا يخلف وعده أرقام تريزيجي بقى نجيب الصورة بتاعه ليه تريزيجي أخذ رجل المباراة النهاردة تريزيجي لعب 45 دقيقة نجيب الصورة بتاعه الرجل المباراة لأنه لعب 45 دقيقة سجل هدف وصنع هدف يعني الهدفين اللي بتوع منتخب مصر هو طبعا سجل هدف وصنع هدف في 45 دقيقة لمسوا الكورة 28 مرة دكت تمريراته 100% 15 تمريرة صحة من 15 صنع فرستين عرضيتين عمل أربع محاولات على المرمى منهم اتنين صحة بنسبة دكت 50% برضو تريزيجي أقدم أداء كويس جدا ويستحق في صراحة رجل المباراة أداء ممتاز مروان عاطية برضو أرقامه لا استأل أبي تريزيجي بس تريزيجي ده الهدفه التالت في تاريخ مشاركاته في كاس الأومم يعني هدف الأول قدام زنبابوي 2019 هدفه التالي قدام المغرب 2021 وهدفه التالت النهاردة ومشاركة رقم 20 بتاريخه في كاس الأومم أفريقية كان عنده 17 ولاعب 3 بقى عنده 20 مشاركة مروان عاطية هو أكتر لعب عمل تمريرات صحيحة في المتش 61 تمريرة أكتر لعب عمل تاكلينج برضو في المتش كان مروان عاطية فدي بالنسبة عمل 4 تاكلينج صحيح عندك مصطفى محام يبقى كده النجوم نحن بنتكلم على نجوم المباراة تريزيجي مروان عاطية قدامنا على الصورة التالت كمان مصطفى محمد مصطفى محمد النهاردة أصبح أول لعب يسجل في 3 مباراة لمصر بدور المجموعات في بطولة كاس الأم الأفريقية منذ كابتن حسام حسن في عام 2000 في بطولة كاس الأم الأفريقية 2000 يبقى اتكلمنا على تريزيجي على مروان عاطية على مصطفى محمد بالنسبة للأرقام برضو وزيزو برضو لو عدت وزيزو هنقول أرقامه بس في نقطة سلبية برضو من دي للمرة الأولى منذ عام 1990 1990 مصر بتستقبل 6 أهداف في 3 مباراة نخش على أحمد سيد زيزو ومنحققاش مكسب زيزو وإمام عشور برضو أرقام بالنسبة لأرقام زيزو زيزو لعب 74 دقيقة عمل 3 محاولات على المرمة لمس الكرة 49 مرة زيزو كان ليه رقم مميز إنه هو أكتر لعب صنع فرص صنع أربع فرص في المباراة زيزو عمل سبع عرضيات كسب أربع التحامات من سبعة وحصل على خطأ فإذا زي ما قلنا إن مروان عطيه أكتر لعب عمل تمريرات صحيحة زيزو هو أكتر لعب صنع فرص نخش بقى على المبدأ في وسط الملعب إمام عشور فضل إمام عشور ومعنا برضو ليه حالات لو نجهزها عمل لمس الكرة 77 مرة تمريرات إمام الصحيحة 45 تمريرة من 54 بنسبة دكة 83% طيب خلينا نروح لكودفار نادي ترجمة نانسي قنقر دكتورة أربع فكigation أربع هي rak